جميع محطات مياه الشرب في مركز قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذيقار توقفت نهائياً نتيجة جفاف النهر الرئيسي المغذي لنهر أبو لحيا في المدينة جفاف نهر أبو لحيا في قضاء الإصلاح يهدد 60 ألفاً من سكان المنطقة بكارثة بيئية كما أن جفاف النهر حول هور أبو زرق في الأشهر الماضية إلى صحراء قاحلة بعد تراجع مناسيب المياه في نهر أبو لحيا الذي يتغذى من نهر دجلة فيما بدأ متظاهرون في ذيقار اعتصاماً مفتوحاً أمام إحدى الدوائر الحكومية في الناصرية للمطالبة بإنقاذ نهر أبو لحيا معطيات بيئية سيئة أجبرت المزيد من سكان قضاء الإصلاح على ترك منازلهم وأراضيهم باتجاه المدن والمحافظات الأخرى بعد انحسار المياه وفقدان مصدر رزقهم المعتمد على وفرة مياه الأنهر الصغيرة والأهوار وعلى الصعيد الحكومي فقد حذر نواب عن محافظة ذيقار من أزمة جفاف خانقة تهدد واقع المحافظة بسبب شح مياه الأنهار والروافد المغذية لها مؤكدين أن الأراضي الزراعية مستمرة بالتقلص في ظل عدم توفر مياه كافية لتغطية المساحات المزروعة من جراء أزمة الجفاف التي يمر بها العراق وسط مطالبات لحكومة السوداني بفتح قنوات دبلوماسية جديدة مع دول المنبع حول ضرورة زيادة الإطلاقات المائية للحد من أزمة الجفاف خاصة وأن العراق مهدد بموسم جفاف رابع من نوعه وعن اجتداد الأزمة تقول وزارة الموارد المائية إن النقص الحاصل بحصص المحافظات في الوسط والجنوب يعود لقلة الإيرادات المائية القادمة من سد الموصل على نهر دجلة وسد حديثه على نهر الفرات الذين يعانيان أصلا من انخفاض مناسيبهم المائية بحسب آخر الإحصاءات